ذكر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن مفاوض دول مجموعة العشرين اتفقوا على الخطوط العريضة للبيان الختمي لقمتهم المنعقدة في هامبورغ وأشر المصر الأوروبي أن المجتمعين لم يتغلبوا بعض على خلافاتهم بشأن المناخ مضيفا أنهم على ثقة بأنهم سيتمكنون من تجاوزها خلال اجتماعات اليوم وآفد المسؤولون بأن القضية التي لا يزال يتعين على الزعماء حلها تتعلق بالإصرار الأمريكي على الإشارة إلى الوقود الأخفورية أذى وعلنت السلطات الألمانية أن 160 شرطيا على الأقل أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع متظاهرين معارضين لقمة مجموعة العشرين في هامبورغ